بدوره انتقد مستشار الأمن القومي السابق روبيرت أوبراين فشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعامل مع عشرات هجمات الفصائل في العراق وسوريا ووصف أوبراين الذي كان مستشارا للأمن القومي خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وصف الضربات الجوية الأمريكية الانتقامية على منشآت الفصائل المدعومة إيرانيا بأنها طفيفة ولا يمكنها رضع طهران ووكلائها وهذا ليس عملا حقيقيا لحماية القوات الأمريكية العاملة في المنطقة ولا تتناسب مع حجم المعدات الحربية التي وصلت للشرق الأوسط إلى جانب مئات الجنود